اشتركوا في القناة رئيس مركز اسبار للدراسات والبحوث والاعلام عضو مجلس الشورى رئيس تحرير مجلة اليمامة رئيس مجلس ادارة صحيفة الوطن والله أنا نشأتي يمكن لها لها يعني مقاييس مختلفة يمكن عن كثير من الناس من منطلق انه الوالدي تزوج امي وهو في الستين من امره وقبل ان يتزوجها كانت متزوج امرأة اخرى وجاه منها ولد وبنت ومات الولد والبنت وماتت الام بالتالي هو قابل امي اعزل ليس معه اولاد امي كانت متزوجة ايضا من شخص اخر وبالفعل جاه منه بنت فيما اعتقد وتوفيت وتوفي هو فقابلته ايضا من طرفها عزلاء هي من قبيلة ثقيف وهو من قبيلة بن الحارث وهما قبيلتان متجاورتان الى حد ما لكنها في تلك الايام كانت المسافات تقاس بطريقة او بمقاييس غير النقيس احنا اليوم يعني اليوم جدة والرياضة كانت تكون مدينة واحدة بينما قريتين او منطقتين متجاورتين في تلك الايام في هناك صعوبة للتجاور فالتقى الاثنان في هذه السن امي كانت يمكن في سن الاربعين تقريبا وهو كان في سن الستين وعنده ابوي ستة اخوان كل واحد فيهم لديه من الاولاد حوالي عشرة وهو اعزل ليس لديه اولاد فالما جيت انا في سن واحد ستين يمكن في سن اثنين وستين من عمره جاء بعدي طفل اخر وتوفي وبقيت انا وحدي بالتالي علاقتي في امي و ابي من جهتي عرفتهم شيبان باللغة نحنا وكان تقديرهما واحترامهما ينبع من هتين الميزتين الصحة التابية من جهتهم هم ايضا كان تعاملهم معي تعامل احس انه يختلف عن باقي الاطفال يحدوه ليس فقط انه انا بالنسبة لهم الطفل المدلل باعتباري الوحيد لا ينافسني على عواطفهما وعلى وجدانهما احد ولكن ايضا كنت اشعر بنوع من الخوف والحرص على فقدان الامل الاخير اللي هو انا بالنسبة لهم فكان لابد اني اعمل على تسديد هذه الفواتير باللغة العامية الدارجة او اعطاء ما يقابل ذلك التعب وذلك الخوف وذلك الحب الذي انا وجدت منه جدي هو كان شيخ قبيلتنا وفي فترة من الفترات لما كبروا في السن انتقل من منطقتنا الى منطقة احسن طبيعة من ديرتنا حلما ديرتنا ما هي زينة كثير الديرت زينة ميسان اللي ورانا فوق في هذا ومكتها هناك طبعا واعطى المشيخة لاخوه احد اخوانه بالتالي ام جدتي جلست في نفس المكان اللي اهلها فيه وهو راح للمكان هذاك وتزوج واحدة ثانية في هذا الفترة طبعا كان كبر في السن فاتذكر ان ابوي كان يغادرنا احنا في الطايف ما احنا في القرية كثير من الاوقات يقضيها يا مع ابوه في ميسان يا مع امه في المريفق برن بهما لم يبخل عليهم بعي شيء ماهم في هاجسه بالذات ابوه طبعا لكنه كان هاجسه الاكبر هذا هو ابوه و امه لما توفى ابوه اذكر حادثة يعني هذيك الايام ما استوعبتها زين و الى الان عندي صعوبة في استيعابها انه جاء بها و حججها على كتفيه في وقت موجودة فيها السيارات و موجودة فيها كل الوسائل الاتصال لكنه يمشي بها في كل مراحل مراحل الحج وهو رجل كبير في السن انت نتكلم عن واحد الزحين في الثمانين مش انه يعني شاب صغير وهي الحقيقة في لما كبر سنها صغرت حجمها حجمها هي صغر كان بامكانه انه ياخذ لها سيارة كان يعتقده بانه امعانا في البر بها لابد ان يحملها على كثفيه طيلة الايام الحج و ان يضعها في حضنه و ان تنام في حضنه و ان الين الان الايام الحج يعني انا اتذكر انه من درجة الحب درجة الحب بين الولد اللي هو انا وبين الابوين اللي هو والدي و والدتي هذه يشتركون فيها مع ناس كثيرين مع كل والد و والدة و ابن او بنت يعني لم نأتي في هذا بجديد لكن الجديد وين الجديد انه كبر سنهما كبر سن الاثنين مع ولد واحد خلق جو من العاطفة و الوجدان غير موجودة في كثير من الاسر واللي حنا نعرفهم و خلق ذلك الشكل العجيب من الخوف على هذا المولود الوالد يدفعه انه يريد من ابنه انه يكون رجل صلب و قوي لمواجهة الحياة لكن احيانا تتغلب عليه عواطف الخوف و المحبة الخاصة للولد الوحيد الام من جهتها ايضا نفس الشيء تريد ان يكون ولدها على قدر من ال لكنها ايضا يعني يحدوها هذا الخوف الذكر الاثنين لم يكن يسمحها لي بالخروج من البيت بعد صلاة المغرب بينما اقراني و ابناء عمومتي الثانين ممكن يروحون بعد صلاة المغرب ممكن انا غير مسموح للخروج بعد صلاة المغرب ما في تعبير ولا تفسير الا انهم خايفين انه ان اغرق في ظلام الليل و يمكن ارجع و يمكن ما ارجع طبعا هما ما يحسونه بالشكل اللي يناوله بالتحديد لكن هو يفضي الى شيء من هذا انه لا انت بعد المغرب لازم تكون في البيت طبعا الى انزوجت هذا الكلام ما استمر طويلة لكنه فترة هذهك ما قبل الزواج ما قبل سن السادس عشر لم يكن يسمح لي بالخروج بعد صلاة المغرب على الاطلاق و من الاشياء الغريبة ايضا في هذا انه والدتي كانت تستحبني دائما معها في زياراتها لجيرانها و اقاربها و واعتقد انه في فترة بدأوا يتحسسون بعض النساء اللي لستوا محرما لهم لهم فيقنون لها يا فاطمة ترى الولد كبر لا عجبين معك بالنسبة لهم كبر بالنسبة لهم كبر الولد بس بالنسبة الامي لازلت صغيرا و طفلا ولابد ان اكون الى جانبها فقد احتاجها وهي في الواقع هي اللي تحتاجني مش هني اللي احتاجها انا خلاص ما عندي خلاف لكن هي تريد ان توهم نفسها بهذا الواهم و اتذكر فيه ناس قبلوا يعني على مضى تقديرا لها انه ولدها يجي معها لكن في المغضانس قالوا اسمحي انه اذا جاء فهد ترى بنغطي لانه غير محرم فانت لك تتصور هذا الامر لماذا هي لا تريد ان تترك هذا الولد مثلا احتمال انه ترجع ما تلقاه شيء في اللا وعي لا اعتقد انها كانت تفكر فعلا بالطريقة هذه المباشرة لكن في لا وعيها ليس هناك مبرر لاستحابه بصفة مستمرة الا هالشعور وهالإحساس ابوي نفس الشيء اذا لم يكن الوالدة فهو الوالد اذا اخذني معه تعرف في بعض المناسبات اذا جلسوا الرجال الكبار الصغار ينسلون يعني يروحون الى خارج المكان اللي فيها الكبار هذا الولا يلعبون ويمرحون انا حتى لو حصل لي واختنمت بعض الدقائق ثورا يتم البحث عني بصفة عاجلة واحضاري للجلوس طبعا هو يتحجج الله يرحمه وسكن الجنة انه ابيك عشان تجلس مجالس الرجال ويسمعوا يش يقولون هو صحيح في شيء من هذا ابو معروف ابوي في هذا الجانب لكني ايضا عندي احساس انه ليس فقط هذا انه ايضا فقط ان الولد احتمال يروح فان يروح انا من يعرف فالعلاقة حقيقة علاقتي انا بوالدي ووالدتي نظرا لهالظروف كبر السن يكون يجيهم متأخر انا الوحيد انا كذا خلقت يعني عائلة مكونة من ثلاثة اشخاص لكنها فيها شوية فيها شوية غرابة فيها شوية تحديات اصبت بشي يسمونه هم انا ما ادي اذا تسميته الطبية صحيحة ولا لا بنوع من انواع الصرع او التوتر يمكن كان عمري سبع سنين او عشر سنين او او هكذا طبعا انا لا اتذكر انما يحكى لي وعادة اللي يصيبوا هالشغلة يكونوا حطون مكوى ويكونوا يا في جبهته يا في قفاته على فكرة في قفاتي اكثر من كية يبدو انه كانوا عند الضو وحصلت لي الحالة هذه اللي ما اعرف كيف يسمى يمكن طباء يسمعون الحين هم من يسفسرونها حصلت لي الحالة هذه والوالد ارتبك وخاف عامل الخوف اللي نحكي أنا قبل شوي اخذ عود من المشب من المشب وحطه في جبتي الحين لو اشيل لك الغطرة وتصورها هتلقاها كية طبيعية لها لا تروح يمين وشمال لسأنا مغطية عشان لاحد يشوفها لانا ما هي زينة تمام فكون اب يعني في لحظة ارتباك يجرؤ انه ياخذ العود عود شهاب ويركز في جبهة ابنه طبعا هذا عمل شوية قاسي لكن الدافع له هو خوفه ان الولد بيروحه فهذه من الازمات اللي جاءت اعتقده انا في صغري وكانت تزعجهم كثير انا اعتقد كانت هياتي معهم معهما حياة طبيعية فيها تقصير كبير وفيها محاولة كبيرة ايضا لعمل شيء جيد لهم بعد الزواج لا اصبح اصبح فيه مسئولية ولو اني كنت صغيرة في السن اصبح فيه مسئولية اني بدأت اشعر انه انا بكرة سأصبح اب وسأتطلع كيف اولادي سيعاملوني بكرة اذا لابد ان عامل ابويومي بنفس الطريقة او افضل لا ازعب كل اللي قدمت لهم من مساعدات او من من الله اني ما قصرت معهم واني قطعتهم واني كنت مخلصا لهم وان حدث بعض الاشياء اللي لا اذكرها فهذا شيء لم يكن لم يكن من عندي وانما من عند الشيطان لما كبروا في السن اصبح الموضوع طبعا يختلف كثير يعني اصبحت اشعر بواجب ان اسدد الفاتورة القديمة عندما كنت طفلا وعندما كنت في حاجة الى رعايتهم المستمرة شعرت في هذه الفترة انهم في حاجة مستمرة لرعايتي القريبة واللصيقة فيهم ما اقول ان في شيء كان زايد عن الحد ايضا لا يعني على سبيل المثال امي ابوي ابوي لم يمرض في حياته قط الا مرض الموت بالنسبة الامي نفس الشيء لم يصبها امراض كثيرة جاها سكر من فضل الله تعالى هي قوية الشخصية قامت بالحمية في بداية مرض السكر وفجأة اختفى معد في سكر والمرض الوحيد اللي مرضته امي سيفاجأك الان هو مرض وفاة ابوي توفيت امي بعد اربع شهور من وفاة ابوي من العدة عندما توفى ابوي خلال اربع شهور اللي عاشتها بعده لا تتكلم ولا كلمة واحدة وانما نتعامل معها بالاشارة طبعا تفهم كلامنا لما نتكلم انت جي عانا انت شبعانا تبين مع تجرسها يا ايه يا لا غير كذا مفيش الان ماتت فاعتقد انه هذا كان اكبر مرض لها ادى بها الى الموت والموت بيد الله احس انه درجة عالية من الاكتئاب الشديد جدا الذي انقضى على مشاعرها وعلى وجدانها حتى على حياتها الصحية فانهاها في خلال اربع شهور بالتالي ايضا لا ازعم اني انا والله مثلا طببتها ووديتها وجبتها لا لا الاثنان لم يتعبوني ابدا انا اتعبتهما كثير جدا اكثر بكثير مما اتعبوني لا ادري ان كان الله سبحانه وتعالى يعني وفقني في كل شي عملته لكني حقيقة لم اتدخر وسعا في ان في ان اعمل بكل ما وتيت من قوة ومن مشاعر في اني يعني اعمل على تسديد الفجوات القديمة ويزيد في هذا انك تلاحظ انه احنا نتكلم عن ناس يتقدم بهم العمر فكلما تقدم بهم العمر كلما وجدوا يعني في وجداني مساحة ارحب طبعا هالحياة معاهم مرت عبر سنوات طويلة يعني الوالدي ليس هناك تاريخ محدد لمولادته ولكن في بعض القرائن ليس هنا مجال استعراض على كل حالة التي توحي بانه عاش حوالي 120 سنة وامي يمكن عاشت 90 سنة ومن حسن الحظ انه انا استجبت لرغبتهما بزواجي وانا في السنة الاولى الثانوية اعتبرت انه انا ارضاءهما بالزواج في هذه السن هذا فيه يعني اشياء طيبة تدخل السرور الى نفسيهما وفي نفس الوقت اعتبره نوع من انواع البر لهما انصحا اسميه كذلك ومن فضل الله ان الاثنين شافوا احفادهم وكبر بعض احفادهم وهم موجودين وهذا من نعم الله سبحانه وتعالى لي الى درجة انه في فترة من الفترات سار الاحفاد الصغار هذا اللي يجوه ينافسوني على حبي لديهما انا اعرف ان فيه في المجتمع السعودي ناس الى اليوم وهم منكبار المسؤولين ومنكبار رجال الاعمال الذي لا يمكن ان ينقضي يومه دون ان يمر على والدته او والدته يتقهوى معهم بعد صلاة المغرب المدة ساعة او نصف ساعة ويغادر وله بيته وله عائلته وله لكنه يعتبر هذا جزء اساسي من بره بهما ان يؤانسهما في يومه لول مدة نصف ساعة واعرف انه ايضا فيه ناس لا يمكن ان يتناول وجبة الغداء وهو في مدينة الرياض اللي فيها مثلا ابوه امه دون ان يحاول ان يكون تلك الوجبة معهم الغداء او العشاء واذا ردت اني اسمي اسماء كبيرة انا كنت اعرف ان الملك سلمان لما كان امير الرياض الله يحفظه ويخليه كان الغداء اليومي لكل اولاده اولاده وزوجاتهم في بيته عنده يوميا وهذا نوع من البر بالوالدين طبعا فعلى المستوى السياسي هناك نماذج جيدة جدا وعلى المستوى الاقتصادي والاجتماعي وهذا هناك نماذج جيدة جدا ايضا طاعة الوالدين لا زالت موجودة لدي الشباب السعودي ولا زالت قائمة لا نبني على ما هو شاد نبني على الخوف هو ان نهمل تعزيز وتدعيم هذه الثقافة في المؤسسات التنشئة الاساسية المدرسة والاسرة والمسجد لا بد من عناصر التنشئة الاساسية هذه تطلع بهذه المهمة لانها ليست فقط بالوالدين واجر في الاخرة هي ايضا عمل على تماسك بنية الاسرة السعودية واي تماسك في بنية الاسرة السعودية هي تعتبر تماسك في المجتمع السعودي في السراء وفي الضراء في البناء وفي التطلع الى المستقبل موسيقى موسيقى موسيقى